دولة السودان الشقيق بتواجه كرسة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى كرسة التقسيم، كرسة الضمار، كرسة الفوضى، كرسة الحروب أكتر من سبعة مليون طفل حالياً دلوقتي بدأوا يتحملوا النتيجة الكثير من السودانيين بدأوا يعانوا الأمرين القوى الكبرى، روسيا، أمريكا، حتى إيران ودول إقليمية أخرى بدأت تصف حسابتها وبدأت تتصارع على الموارد الطبيعية في قلب دولة السودان إلى درجة أن الكثير من الخبراء والمحللين وكل المؤشرات بتكشف الصطار عن أن السودان على وشك النهوة يقسم وقبل التقسيم حالياً السودان بتشهد انفجار غير عادي في الصراعات خلونا نعرف آخر التطورات في قلب دولة السودان الشقيق خلال الحلقة دي لكن قبلها شير وليك للفيديو ده وكمانتك الجميل واللي ما اشتركش في قناة مصر يضغط على كلمة اشتراك ثم يضغط على زر الجرس يختار أمر الكل لضمن وصول كل الفيديوهات له أولاً بأول أنا أحمد عبدالله وانت من حقك تعرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بحضراتكم حسبما أشارت كل وسائل الإعلام وكل التحليلات خلال الساعات القليلة الماضية حوالين تطورات الأوضاع في السودان بدأوا يلواحوا بدأوا يكشفوا عن أهمية وخطورة دولة السودان من حيث الموارد الطبيعية ومن حيث المساحة الجغرافية ومن حيث الموقع الجغرافي نفسه السودان وحسبما أشارت المؤشرات والأرقام والإحصائيات بيعتبر من أبرز منتجي الدهب في أفريقيا حيث يحتل المرتبة رقم 13 على المستوى العالمي وتبلغ احتياطيات السودان من الدهب أوالي 1550 تن لكن مع الأسف القوى الدولية الكبرى بتنهابه أول بول النتيجة شعب السوداني اللي قاعد على مناجم من دهب فقير أفقر من الفقر نفسه السودان طبعا بيعتبر نقطة انطلاق لتعزيز النفوذ الروسي في وسط وجنوب وغرب أفريقيا وده يعتبر بمسابة تحدي لتواجد القوى الغربية وخصوصا فرنسا روسيا دلوقتي بتسعى قدما من أجل موطق قدم قوي جدا في قلب أفريقيا فرنسا كانت ولا زالت أمريكا كذلك مصالح روسيا في السودان بتتمثل بأن هي عوزة هي كمان موطق لقدمها خاصة موطق قدم على البحر الأحمر وموطق قدم في قلب القرى الأفريقية والكلام ده طبعا عبرت عنه روسيا قبل كده من خلال اتفاقيات سابقة مع دولة السودان السودان أيضا بيحتاج للتعاون العسكري والسياسي في المحافل الدولية والحكومة السودانية لجأت لروسيا بظل ضعف الدعم الغربي حيث لم تتخذ الدول الغربية موقف واضح أو قوي ضد ميليشيات الدعم السريع يخوانا انقذونا ففيش أي دولة غربية اتحركت نحو السودان لإنقاذ الدولة من الصراعات المتفجرة منذ شهر إبريل عشرين ثلاثة وعشرين روسيا تعتبر ما كانتش شريك أساسي للحكومة السودانية بل كانت بتربطها علاقات وطيضة مع قوات الدعم السريعية كمان يعني كتشغالة على الطرفين الجيش السوداني بتدعمه ميليشيات الدعم السريع بتدعمهم على أفضل ما يكون ليه؟ لأن ميليشيات الدعم السريع مسيطرة على الدهب والثروات الطبعية في قلب دولة السودان وتعتبر مكوشة عليه مافيا عصابات روسيا بناءا عليه قدمت مستشارين للميليشيادية اللي هي ميليشيات الدعم السريع وأقامت علاقات استثمارية قوية معاها خاصة في قطاع الدهب ميليشيات الدعم السريع بتمتلك أسلحة روسية حصلت عليها سابقا بالإضافة إلى وجود حلفاء لهذه الميليشيات من الدول المجاورة إيه اللي حصل بقى؟ بدأت القوى الكبرى تتصارع فوق أراضي السودان من يستطيع الحصول على أكبر قدر من الطرطة؟ سابو، النيجر، نيجيريا، فركينافسو، مالي تم الإطاحة بالتواجد بتاحهم وتم إغلاق كل القواعد العسكرية في دول القرن الأفريقي أصبحت السودان حاليا بتشهد كل هذه الصراعات ما بين ميليشيات الدعم السريع وما بين الجيش السوداني ميليشيات الدعم السريع بتدعمها دولاً عديدة في المنطقة وعلى المستوى الغربي الجيش السوداني أيضاً بيدعمه دول عديدة وعاوز أقول لحضراتكم إن الجيش بيدعمه دول بتدعم الجيش وأيضاً بتدعم ميليشيات الدعم السريع بحيث إذا الميليشيات انتصرت فإحنا كنا بندعمكم وإذا الجيش انتصر في النهاية ما إحنا كنا بندعمكم وإذا الاتنين ما انتصروش أدحنا موجودين شوفوا بقى حضراتكم أمريكا حريصة جداً على مصلحة السودان وشعبها قبدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بيدن قلقيها إذا تقارير بتفيد بوصول شحنات أسلحة من إيران إلى الجيش السوداني ألا وإحنا خلصنا من روسيا وخلصنا من فرنسا عشان إيران تدخل هي كمان فقها وخلال المحادثات أجرتها مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية موليفي على هامش القمة الأفريقية في أديس أبابا أكدت أمريكا التزامها بأولوية استعادة الحكم المدني في السودان طبعاً لا أمريكا يهمها حكم مدني أو حكم بازنجاني أو أي نوع من الحكم يهم أمريكا أن تظل السودان ضعيفة ومتصارعة وبناء عليه هي موجودة زي اللي بحصل في قلب دولة ليبيا وتسعى واشنطن عبر ما أطلقت عليه خطة اليوم التالي إلى إنهاء النزاع وضمان استقرار للمنطقة هي مع الطرفين بالدعم الميليشيات بالدعم الجيش في ذات الوقت بتسعى قدماً من أجل إقرار الاستقرار في قلب دولة السودان إذا حدث استقرار عن طريق أمريكا ضمنت أن هي تسيطر إذا كفة من الكفتين تم ترجحهم هأمها بالدعم الطرفين وبالتالي وكلة هنا وكلة هنا يعتبر التعاون مع روسيا فرصة للجيش السوداني عشان يوصل رسالة لأمريكا أن فيه بدائل لها على الساحة الدولية خاصة وأن الجيش السوداني كان لجأ لأمريكا قبل كده لكن أمريكا أشاحت بالوجه بعيداً شوفوا بقى حضراتكم اللي بحصل في قلب دولة السودان بالوضع الراهن على المستوى الدولي منظمة إنقاذ الطفولة أصدرت تقرير بالأمس قالت فيه إيه؟ يواجه أكتر من سبع ملايين طفل سوداني أكبرتهم الحرب على الفرار مع أسرهم مخاطر تعليمية وصحية ونفسية كبيرة لجأ أكتر من واحد ونص مليون طفل مع أسرهم إلى بلدان أخرى اتهجروا نحو خمسة وتمانية من عشر مليون يعني أكتر من نصف النازحين داخلياً البالغ عددهم 11 مليون هم من الأطفال دون سنة 18 منهم اتنين وتمانية من عشر مليون دون سنة الخامسة مستقبل السودان كله يتحمل النتيجة تخيلوا حضراتكم ملايين الأطفال حالياً مستقبل السودان في مرحلة تالية لما هم بيشوفوا الصراعات دي لأوا مش كده وبس إحنا فجينا بأن هناك تقارير دولية كشفت السطار عن أن في ملايين من الفتيات السودانيات يأمة اتعرضوا للتحرش يأمة لعمليات اغتصاب متكررة وقدرت المنظمة عدد الأطفال الذين ولدوا خلال الأشهر الثمانية عشر التي تلت اندلاع الحرب بما يقارب مليوني طفل بمعدل أربع تلاف مولود يومياً ثم تواجه أكتر من 3 و 12 مليون طفلة دون سنة 18 تهديدات خاصة بالعنف الجنسي أو الاغتصاب أو الزواج المبكر أو الزواج القصري الوضع في السودان زي ما قالت وسائل الأعلام الدولية بدأ يتفاقم ويخرج عن السيطرة وفي كل يوم بيتعرض المزيد والمزيد من الأرواح للخطر بسبب القتل والعنف والنزوح لقد أصبحت هذه واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تدميراً ولكن العالم كله لا ينتبه ذا اللي بيحصل في قلب دولة السودان الشقيق اللي شعب السودان كله بيصرخ ويقول يا وحدنا روسيا وأمريكا ولعبة النفوس في السودان في ظل الصراع المسلح سبع ملايين طفل السوداني بيوجهوا تبعات كارثية بسبب الحرب لا بجد فعلاً حاجة صعبة جداً المصيبة هنا السودان من الجنوب اشتعال حدود الدولة المصرية من الجنوب دولة ليبيا من المنطقة الغربية مشتعلة التوترات في الشمال الدنيا كلها بايزة من قلب اثيوبيا من قلب الصومال من قلب اقليم الصومال الوضع متوتر بشكل كبير جداً يبدو أن الصراعات العالمية سوف تنتقل إلى منطقة أخرى ربنا يستر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر